البنات العيالات تبغيتو سبيدو لي سنيات ديالكم وتعالجو لي التسبوغات السفيرار الجيل الكالكير ريحة الكاريهة التسوس اللي كيكون الداخلي والخارجي وكاتبت تخلصي منه بشتى الطرق وبشي وصفة فعلا تكون كما كان قولو دقبط لا تكون ناجحة وتكون افكاس اليوم جبتلك الحل والحل عندي مع القناة ديالي وديلكم لي وصفات للجمال مع الهام لتلكم واحد للمول هاتي الوصفة خطيرة دقبط لي البنات في تبييد وعلاج جميع المشاكل الموجودة في الفم حتى الرائحة الرائحة عفو الكاريه ما كاتبقاش في الفم ديالكم وغاتحصلو على اسنان بويد كيما كاتلاحظو في الفيديو الألم وصغري اللي خليتلكم خليتلكم مقاطع دياللي فيديو بخصوص هاد الوصفة وكيما كان قولو النتائج ديالها في التبييد وعلاج دسبوغات وعلاج السميرار وعلاج جميع مشاكل الفم والاسنان نسمنا هاد لاغوستيتنا الإعجاب ديالكم نسمنا أنهتنا الردد ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها وتقولوا ليفتعليك كيف يفجزكم أنا أكيد في انتظار هاد المسائل كاملة وكيما كنا بزافة لبنات كيبغيوا ابتسامة في حل الهوليوود سمايل وما كيبغيوا شي نفقوا الفلوس اللي قد تخسر في هاد المسألة هدي فاليوم ابتداء من هاد لاغوستيت هدي ومن هاد الفيديو فغتشوفيه ما بغيتي غتخسري التشريال لعن طبيب الأسنان بخصوص الصبيب لبنسبة للهوليوود سمايل فقط بمكونات اقتصادية منزلية وبالمناسبة لبنات هاد الوصفة اللي هاحتل للرجال لأنه بأغلبية النساء تقولوا لي وش ممكن يعملها الزوج لأخ الأب العام ديالي أكيد ممكن يعملها أي واحد كما تقوله في الأسرة ديالك سواء زوجك الأب ديالك العام ديالك الخال ديالك لكن أي واحد ممكن يستخدمه كذلك أنتية وأمنة حتى الأطفال كصغر فكما كان نجي وكان نجيب لكم في حال هذه الهميزات اللي الحمد لله في المستوى حتى أنا كان ناخد وقتي حتى أنا كان نخدم عليهم قبل ما نجي نباق تاجي معكم بعد غير الفيديو كان ناخد وقتي تقريباً واحد الأسبوع مينيموم أما ماكسيموم مرة كان مشي حتى لثلاثة الأسابيع وأنا غير كان نجرب لكم في لاغوستيت اللي غادي ينالوا الاستحسن ديالكم وينالوا الإعجاب ديالكم إن شاء الله فأنا بقي منكم البنات الاشتراك في القناة مرحبا بكم وتفعلوا زي الجرس وتخلوا لنا لي لايك لي لايك لي لايك كتروا منهم يا البنات باش إن شاء الله نزيد نافونسين ونزيد نشجع ونزيد نخدم على المزيد من الفيديوهات زوينا والمزيد من الفيديوهات اللي في المستوى ديالكم المهمة غنطول شي عليكم كتر ويلا هم معي باش نتعرفوا على مقادر الوصفة بالنسبة للمقادر كما لحتوا في سورة المسغرة ديال هاد الفيديو غادي نحسجوا إن شاء الله إلى الطين الأخضر هذا هو الشكل ديال الطين الخضر للبنات معروف بالفوائد دياله بالمزايا دياله مش غير الوجه مش غير الجسم لأنه الأغلبية فينا كنا عرفوا الطين الخضر لوجه الجسم للشعر الأسنان قليل وقليل يعني أغلبية البنات اللي كديروه الأسنان ولكن في هاد الفيديو من هاد المينبار نبغي نقول لكم ديرو الأسنان ديالكم لأنه فعلا معجزة ربانية وكي تستحق أننا نعملوه لسنيات ديالنا ونبغي منكم هاد الفيديو تباق تجاوي ويوصل لعدد مشاهدات كثيرة باش إن شاء الله تعمل فائدة للجميع ويستفدوا منه أغلبية نيسا وكذلك أغلبية الرجال بالنسبة الثاني مكوين اللي كيبيضوا زوين وكيطهروا كيعقم هو الحليب مجفف كامل دسم هناخدي تنيدو وانتي ممكن تاخدي أي ماركة عندكها لحسب المتوفر عندك يعني في البيت ديالك هدي تحتاجي معي واحد الحامضة اللي غادي نعصروها إن شاء الله ونحتاجوا منها إما حامضة معصورة إما نص حامضة على حسب كذلك غتحتاجي معي الملح هني ملح الطعام أو ملح الأكل أي ليس بملح البحر الميت يعني غير ملحة عادية غادي تحتاجي معي معجزة الأسنان بأي ماركة سواء هذا مثلا لكيجي اللون ديالو باللون الأبيض رادي جا باقتاجي معاكم عدة مرات وكي تكون نك هديالو هي الميسواك أو لا مثلا هذا اللي كتجي نك هديالو الفاخر والقرومفل حتى هوزوين وناجح يا البنات بخصوص التبييد أو لا مثلا هذا سينيال توزوين أو لا كولغيت ولا مهم أي حاجة أي ماركة بلا ما نذكروا الماركات لأنه ما شاء الله كتارين المهم أي ماركة عندك استخدميها ماشي بالشرط هدلي ماركة اللي باقتاجي معاك أنا هنا في هدلا فيديو كما قلنا البنات الطيل الخضر الحليب مجفف الحامض معجول أسنان للملحة وكذلك هو حد قبيصة ديال الكوركم لأنه الكوركم معروف عليه الحمد لله تبييد معروف عليه يعني إلى جميع المشاكل ديال الأسنان هانتم ما تحتاجوا منه كمية ولكن الكوركم اللي باقتاجي سمعكم هنا في هدلا فيديو هو كوركم تري ما زالفتي يعني كان مشي عند العطار كان جيب كوركم تازج كي تحنو لي كي تكلف بالطحن ديالو وكان عرف شنو استخدمت سينو الناس اللي غاد يمشي ومثلا نيجيب وغيدرهم اللي يجوج مطحونة ما نصحكمش علاش لأنه هدك الكوركم كي يجيني غير فعال هاد مسألة هي مسألتي الشخصية أنا بحكم تجربتي ما شاء الله الكثيرة في المواد اللي كنستهلكوها للوصفات الطبيعية فبتالي الكوركم كي يجيني هدك اللي كي يكون واجد غير صالح للأكل ولا للوصفات لأنه في الأكل ما كي يجي جاعبني بحل ما ديراش وفي الوصفات كي يجي ناقص في الفعالية دياله وكان لقاه ناقص مني كان مشي نجيب كوركم تري كان لقى الفعالية دياله حاضرة وبقوة هاد الشي اللي نبغي نقول لكم والحاجة اللي ما نبغيهاش النفسي الدرني ما نبغيهاش لكم حتى أنتم ما يأكيد سبب لكم ضرر لنجميع فالحمد لله كانت بقتجي معكم الأشياء اللي سقدر تفشل لكم لغوستي تبعدوا عليها والأشياء اللي سقدر تنجح لكم لغوستي كان قول لكم سيروا ليها هذه المسألة الحمد لله دائما فيها وشكرا الناس اللي كي تقوا في الوصفات ديالي والناس اللي كي جربوهم يعني عن حب كي تسنوني يعني نحط لهم لي فيديو وكيمشي وكيته وما يكي جربو لغوست اللي كان قدام وكيشتركوا في القناة فشكرا شكرا لكل وحدة البنات غير هو نتمنى تزيدوا في الدعم ديالكم اليوم من اللي لايك ومن يعني المشاهدات فبتالي نتمنى هاد الفيديو وصل عند بزفة الناس وتشتركوا كذلك مرحبا بكم وتعملوا اللايكات وتفقط اجيوا فيديو مع الأحباب والصديقات زيلكم واندزوا دمال طريقة تصحدي بعد ما تعرفنا عن المكونات فأول حاجة اللي بنات غنبدو بها هي الطيل الخضر هدي ناخدوا منه معلقة وغدي ناخدوا معلقة ديال الملحة اولا غير قبصة ماشي معلقة كان قصد بمعلقة انا غير قبصة لانه الملح شوية كي يسبب تهيج وغدي تحتاجي معايا كمية ديال الكوركم وكتخلطي لي هاد المقادر كاملة ومن بعد كتضيفي لي هم عصير حامضة ومن بعد كتولي تجمعي هاد الشي كامل غير بمعجول الأسنان هنا غندير معاكم هادا علاش هادا بالفاخر انقرب والقرنفل هادا الناس لي كي سولوني كيتباع في السوق في جميع الأسواق سواء في المدينة ولا في العربية ولا في مكنتي هاد يجي به هاد المعجول الأسنان بتمان رخيص 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 بزا فمن يسان درع لا رخيص رخيص الاقصى درجة وما شاء الله شوفوا الكمية اللي فيه كمية كثيرة يعني تبارك الله معجول يجي به هاد الشكل هادا وبالفعال يمن غير هاد الشي كامل فعال هادا اللي كان هدر عليه هادا بالفاخر والقرنفل كي بيد الأسنان أنا والزوج جالي صراحة قدينا عليه نفس الفكرة بجوجنا عجبنا صراحة وهدي تقريبا 8 شهر وأنا كنجرب فيه مش يلا أول مرة غنجي مباق تاجيه معاكم راه في أغلبية الوصفة كنشاركه معاكم زوين و الحمد لله كين غير في السوق ما كين فليسيت ما كين يعني تكوموندي اللي هذا واجد موجود غير هو للقتيب الفاخر والقرنفل خدي منه شي جوجل ثلاثة لأنه زوين حتيهم ستوك عندك كي بقوا فعالي بخصوص تبييد لا بالنسبة أنك تعمليهم في الوصفات لا بالنسبة أنك تبيدي بهم سنين ناس ديالك المهم ده بغادي نعمل منه كيمية هادتو من اللون ديالك يجيب اللون الأسود بالنسبة للناس اللي ما يعني ما كين عمرهم استخدموه ما شاء الله يعني فعال وريحتو يا سلام يا البنس خطير خطير ريحة ديالو زوينة بزاف بزاف مهم هانتو ما كتخلطو هانتو مشكل ديال لغوسات إلا بغتيا وليس لغوسات شيئا تكون مثلا مطلوقة يعني تكون كما تقوله شوية جارية فكتزيدي إما كمية من الحامض يعني الحامض يعني الحامض ليس لغوسات او لغوسات ما غاز ما غاز شوية الحامض عمل حين ما غزر يسأل مهز بصف مهز 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 ستزيد هذا هو الشكل الوصفة من بعدك اخذ اي فرشات عندك سواء يعني ميم بجوش فرشات وصافي اللي عندك ولا لما عندك شجي بهم رغب 5 درام الوحدة فميم كتاخذ وحدة كل وحدة بلون بعدها اخذهم اختلفين في الالوان علاش باش وحدة تخليها الوصفة الطبيعية والاخرى تخليها غير الفرق الاسنان ديالك بشكل يومي فانتمنى البنات هذه النقطتي تكون واضحة لكم فالمهم كتاخذ هانتما كتاخذوا كمية وكتبدا وتفركوا السنينت ديالكم بها هانتما الوصفة كتجي جارية مع عقدم ما تشي حاجة كتحكم زيان وصلي هاد الوصفة حتى لداخل الاسنان مشيغي خارجيا حتى داخليا باش هكذا تعرفي شنو كتستخدمي ومن بعد ما كتطبقوها ليا السنينت ديالكم داخليا وخارجيا كتعاودي تحكي الاسنان ديالك بهاد الفرشات هادي وبمعجون اسنان على حسب نوعية الاسنان ديالك الناس لا يقول ليش حال مرة نديرو هاد الوصفة في الاسبوع كامسح بها جوجة المرات فقط لانو في الملحة الملحة والحامض شوية كيسببو تهيج الاسنان إلا كانوا بشكل يومي إلا بغيتوا تديروها يوميا ممكن ولكن كاتيفية تاولة كتزولو الحامض والملحة كتدير مرة واحدة في الاسبوع ماكسيموم جوجة المرات باش ميسبب مشكلة للتل الاسنان اتمنى هاد المسألة لابن تكون واضحة كما كنقول لكم دائما راكم خواتاتي راكم حبيباتي صديقاتي العائلة ديالي التانية كنحسبكم الحمد لله دكشي اللي غنبين باقتاجيها على نفسي وعلى راسي وعلى عائلتي حتى انتم يا غادي نبغين باقتاجيهم معكم ما تنسوناش غزالاتي باللايكات اللايكات ثم اللايكات لهذا الفيديو الاشتراك ديالكم في القناة لكي تتوصروا بكل ما هو جديد وبتحييلكم كبيرة 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 بزاف مطلقة معكم في فيديوهات ماجيه ولكن ما تنسوش تجربوا الوصفة السنينات ديالكم نتوما وحتى الازواج ديالكم حتى البنيزاز ديالكم حتى ما ممكن تطبقى لهم ولكن غير مرة في الأسبوع ما تدروش ليوم يوميا سنو ممكن تحيدوا الملحة والحامض ومن بعد انفو تجربوها وتغسلوا الاسنان ديالكم منذ اول استخدام وصفت لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن بل تحديدكم في فيديوهات ماشية إلى اللقاء